وضمن خيارات شد الأعصاب السياسية والمجتمعية نفت وزارة المالية العراقية في بيان الإدعاءات التي تروج لها بعض المواقع بإيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين أكدت المالية أن إجراءات المنصة الإلكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها ولم تتبنى وزارة المالية أي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمل الشركة تبعاتها قانونيا الوزارة دعت في بيانها وسائل أعلام كافة ورأي العام إلى عدم اعتماد الأقاويل وتصريحات غير المسؤولة وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها